بسم الله الرحمن الرحيم من هو النرجسي وما هي النرجسية؟ كل شخص فينا يولد وفي قلبه حب لنفسه ويفضل نفسه على الآخرين وهذا أمر طبيعي لكن هذا الحب إذا زاد عن حده ووصل إلى حد الأفراض فأنه يسمى في علم النفس بالنرجسية ويدعى الشخص المفرط في حب نفسه بالنرجسي حسنا هنا قد يتبادر إلى ذهننا سؤال بأنه إذا أحببت نفسي أنا زيادة عن اللذوم أصبح نرجسيا وأصبح سيئا لا القضية ليش في حب النفس وإنما في تبعات حب النفس وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذه الحلقة إذا أحب الإنسان نفسه زيادة عن اللذوم وتجاوز الحدود الطبيعية في حب النفس قلنا أنه أصلح نرجسيا وتكمن الخطورة هنا في أنه يعني يظن بأنه ليس كمثله شيء فالنرجسي يظن بأن رأيه دائما على صواب وأن رأي غيره دائما يجانب الصواب فهو الحكيم العالم أما غيره فلا يعرف ما معنى الحكمة أيضا من عيوب النرجسي بأنه عندما يتحدث معك تجده يحدثك بصيغة الواعظ بصيغة العالم بصيغة العارف ويتحدث معك كأنه عالم وأنت متلقي وأيضا من أبرز عيوب النرجسي بأنك عندما تتحدث أنت فأنه يستسخب حديثك ويستهزئ به ودائما يبحث عن عيوب كلامك ويظهر مساوى طروحاتك فدائما تجده يقلل من شأن كلامك ومن شأن أفكارك ويبحث عن عيوبها هذه أبرز أو أبشع صفات النرجسي أخوتي الكرام حسنا كيف لي أن أعرف من هو النرجسي وكيف أتعامل معه في الحقيقة لن تحتاج إلى استراتيجية أو آلية عمل للتعامل مع النرجسي فبكل بساطة بعد فترة قصيرة من تعرفك عليه ستجد أن سلوكه مضجر وأن أسلوبه منثر لذلك ستخرجه من حياتك بكل بساطة إما أن تصده بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو تقوم بتهميشه أو تعامله بشكل سطحي أو بشكل رسمي لن تحتاج إلى آلية أو معرفة لتعرف من هو النرجسي أسلوبه فقط سينفرك منه وستبتعد عنه بكل بساطة من أين تأتي النرجسية؟ في الحقيقة النرجسية هي شيء مكتسب وشيء ينمو مع الإنسان فعلى سبيل المثال كما ذكرنا بأنه يولد مع الإنسان حب النفس وهذا أمر طبيعي كلنا نحب أنفسنا لكن حب النفس هذا يطوره الأبوين بشكل غير مباشر ظنن منهما أنهما يعززان الثقة بالولد ولكن في الحقيقة إذا كان أسلوبهم في تعزيز الثقة بالولد خاطئ يولد عنده النرجسية ومن أبرز هذا يخطأ أنه يتم مدح الولد زيادة عن اللزوم ونعته بصفات عظيمة ليست فيه ظنن منهما بأنهم يحفزونه أيضا يضخمون أعماله وأنجازاته التي حتى هو نفسه يرى أنها عادية وبسيطة إلا أنهم يضخمونها وهذا الشيء مع التكرار مع التكرار مع التكرار يرسخ في نفس الولد أنه فعلا هو ذكي وجميل وقوي ووسيم ومحبوب وأنه أفضل ولد في العالم طيب يخرج الولد الآن إلى الحياة العامة كالمدرسة أو يلعب مع أصدقائه في الحارة أو يذهب إلى الملاعب سينصدم بأنه سيجد الناس لا تلقي له بالا وتتصرف معه بشكل طبيعي جدا وأقل مما هو طبيعي طبعا هذا كلام وجهة نظره بداخله يعتقد بأن الناس لا تثمنه ولا تعطيه قيمته التي هو عليها وهنا تبدأ مشكلة النرجسية بتضخم فأنه يعتقد بأن هذا هؤلاء الناس لا يفهمون ولا يفقهون وأنهم يغارون منه لأنه أفضل منه وأبوي على حقه وفعلا الدكي الوسيم الجميل القوي وهؤلاء الناس لا يفهمون شيئا أو أنهم يغارون منه وهنا تبدأ المشكلة بالتضخم إذ يرى أن الناس لا تعطيه قدره لأنهم عديمي الفهم وليسوا بمستوى دكائه وهنا تبدأ النرجسية بالتضخم معه هل يعرف النرجسي أنه نرجسيا؟ طبعا لا يعرف وللأسف نحن دائما لا نعرف عيوب أنفسنا ودائما نعتقد بأننا فاضلين وبأن الآخرين سيئين للأسف نحن مليئون بالعيوب ولا نعرف عيوبنا وأيضا هذه العيوب النرجسية النرجسي لا يعرف أنه نرجسيا وهذا النرجسي ممكن أن تجده شخص كريم وممكن أن تجده شخص شجاع ومقدام وممكن أن تجده محبا مخلصا متفانيا وتجده صديقا وفيا فالنرجسية لا تتكون مع حزمة إخلاق سيئة تأتي مع بعض البعض بأن النرجسي هو لص وهو سيء وهو كدا النرجسية هي الصفة واحدة سيئة ممكن أن تكون معاكسة لباقي صفاته عيب النرجسي أنه ينظر إليك نظرة الدون لا ينظر إليك نظرة الند للند بل ينظر إليك نظرة الدون لذلك هذا الشيء يجعلك تنفر منه وتعزف عنه وتبتعد عنه على الرغم من أن باقي صفاتك قد تكون جميلة ورائعة إلا أن نظرته إليك بشكل أقل من مستواه تجدك تكرهه وتبتعد عنه ذكرنا بأن النرجسية في علم النفس هي حب النفس زيادة عن اللزوم في شريعتنا الغراء حب النفس زيادة عن اللزوم يسميها الكبر أعوذ بالله من الكبر طبعا والكبر آفة عظيمة ففي صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الكبر ردائي والعظمة إزاري من قاسمني فيهما قذفته في النار إذن الكبر هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى في الإسلام الكبر يقابل النرجسية في علم النفس وهنا تبدأ مشكلة النرجسية كما ذكرت في بداية الحلقة بأنه إذا كنت أنا نرجسي وأحب نفسي ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أنها تود إلى التهلك لن أذكر لك قصص التاريخ الطويلة التي أودت بأصحابي على التهلك وأشهرها قصة هتلر هتلر كان نرجسي ومريض بالنرجسية وبسببه ما تمام يتجاوز الخمسين مليون وقيل بأن ستين مليون طبعا هذه الإحصاءات وما خفها كان أعظم ستين مليون محصلة الحرب العالمية الثانية كلها بسبب نرجسية هتلر من أشهر أمثلة النرجسية أبو جهل أبو جهل كان يسمى أبو الحكم نظرا لكلامه الموزون وكلامه العقلاني وكان رجلا من خيرة الرجال حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسلم هذا الرجل على الرغم من أنه كان يؤذي الرسول إلا أن لقيمته المعنوية الضخمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه أن يكون مسلما وسبحان الله حبه لنفسه وشعوره بأنه أكبر من محمد ومن هذا محمد الذي أصبح رسول على الرغم من معرفته بأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أبى وأبى وأبى وما تكافر أنه العياذ بالله نذكر مثال آخر مثال التعقل والعقلانية وهي قصة إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعني عمر بن الخطاب كان رجلا يكره الرسول وذهب ليقتله وعندما تعارضه شخص وقال له اذهب فأن أختك وزوجها قد أسلما فهما أولى بأن تقتلهما ذهب لهما وقال له نعم نحن أسلمنا وهذا القرآن اقراهه وعندما قرأ القرآن قال والله ما هذا بكلام بشر وأسلم وأصبح عمر علم من أعلام الإسلام بل سارية من سواري الإسلام وسبحان الله يعني العقل هو أفضل شيء يعني الشخص النرجسي إذا وضع عقله في رأسه وفقه الله طيب أفضل من التعقل هو التواضع والتواضع هو سيد الأخلاق يا أخوة التواضع هو سيد الأخلاق ومن أشهر أمثلة التواضع هي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما دخل فاتحا مكة كان يجلس على ناقته وكان متأطئا رأسه إلى الأسفل وسبحان الله ورغم من أن أهل مكة أذوه وضروه ونهبوه وسرقوه وقتلوه وضربوه وطردوه إلا أنه عندما دخل عليهم فاتحا طأطأ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى هذا التواضع سيد الأخلاق يا أخوة والذي يكسر النرجسية هو التواضع الذي يكسر النرجسية هو التواضع وهذا ما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله تعالى حسنا ماذا لو كنت أنا نرجسيا وكيف لي أن أعرف بأني نرجسيا طبعا أخي الكريم إذا كنت أنت نرجسيا ستستسعر بذلك من خلال نفور الناس وعزوفهم عنك عندما تجدهم عندما يتعرفون عليك يحبونك وبعد قليل ينفرون منك أعرف بأن في عندك خصلة من خصل النرجسية وعندما تستسعر بأنك نرجسي فهذا شيء جيد طبعا استشعارك هو شيء جيد وليس النرجسية لأن الله سبحانه وتعالى يكون قد أبصرك عيب نفسك طيب كيف ستخلص من النرجسية تتخلص منها عن طريق التواضع للتخلص من النرجسية عليك بالتواضع ممتاز كيف أصبح متواضعا أخي الكريم التواضع ليس بالأمر السهل وليس تريد أن تكون متواضعا ثاني يوم تستيقظ وتجد نفسك متواضعا لا التواضع هو يحتاج إلى تدريب وتمرين وأفضل طريقة للتواضع هو بأن تقرأ أخبار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقرأ أخبار الآل والأصحاب الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله بالسابقين الأولين وقال بأنه رضي عنه ورضوا عنه في الآية رقم مئة من سورة التوهة راجعها ستجد ما وصفهم الله سبحانه وتعالى اقرأ سيرة سيدنا محمد وسيرة الآل والأصحاب وقرأ أيضا أخبار التابعين والرجال الصالحين وعندما تقرأ أخبارهم حاول أن تقلدهم وتتبنى أفعالهم وتتبنى تصرفاتهم بكل المواقف بإذن الله تعالى ستصبح متواضعا وستصبح عقلانيا وستصرف عنك النرجسية وشر النرجسية بإذن الله تعالى إذن وفي الختام أخي الكريم يعني من وجهة نظري الخاصة بأن المشكلة ليست في حب النفس بل المشكلة في تبعات هذا الحب يعني عندما الإنسان يعشق نفسه ويعتقد بأنه هو الوحيد الذي يفهم وغيره لا يفهم وهو يعلم وغيره لا يعلم القضية في تبعات هذا الحب بأنها ذات آثار مدمرة وكما ذكرنا بأشهر الأمثلة يعني هتلر من نرجسيته وعشقه لعرقه كذا كان سبب في قتل ستين مليون شخص أيضا إبليس عندما وجد نفسه وأنا خير منه وجد نفسه خير من آدم كان سبب في هلاك نفسه وفي هلاك عدد كبير من خلق الله الذين أغواهم وأضلهم وكما ذكرنا بأن علاج هذه الآفة هو التواضع علاج هذه الآفة هو التواضع كيف أتواضع؟ عن طريق قراءة أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم والآله الطيبين أطهار والتابعين هؤلاء الناس الكمل هؤلاء الناس الأكابر عندما الأنسان يقرأ لهم ويتعلم منهم يتعلم التواضع وعندما يتواضع يخلص بإذن الله يتخلص بإذن الله من هذه الآفة آفة النرجسية ومن تبحاتها المدمرة أرجو من الله تعالى أن تتم الفائدة والحمد لله رب العالمين